أهلا بكم. أفخايا أدرعي. الناطق باسم جيش الاحتلال أعلن أن حملة للجيش الإسرائيلي تأتي تحت اسم درع شماله. قد بدأت وأن هدفها تدمير الأنفاق الهجومية التي دعا أدرعي بأن حزب الله حفرها إلى داخل فلسطين المحتلة. كعادتها لم تخل تغريدات أدرعي من التناقض الغريبي والمضحك أحيانا. فهو من جهة صبح أهالي كفركلة الجنوبية. ومن جهة أخرى هدد حزب الله والجيش اللبناني بالويل والثبور وعظائم الأمور. ربما يقوم أدرعي بحركة ذكية لإيقاع الفتنة بين اللبنانيين. ومن يعرف الجنوبيين يعرف أن هذا بحد ذات مجرد غباء. أو أن الرجل لديهم فصام في الشخصية. هذا وكانت بارزة محاولة الجيش الإسرائيلي تقليد الإعلام الحربي التابع لحزب الله في حربه النفسية الإعلامية ضد إسرائيل. فما كان من هذا الجيش إلا أن نشر فيديو من المفترض أن يخيف به اللبنانيين. هدف الجيش الإسرائيلي هو ممارسة الحرب النفسية على لبنان. اجمعوا التقارير ودراسات على أن حزب الله يتارب خمسة ألاف مقاتل يتولى حزب الله امطار منطقة الشمال بمئات الصواريخ دفعة واحدة. هذا المشهد من وثائقي للميادين. اسمه الجليل معركة التحول. الجيش الإسرائيلي نشره. يعني إذا كان بعض الصهين لم يشاهد الوثائق فأن الجيش الإسرائيلي تكفل بالترويج له. حرب النفسية على أصولها يخوضها الجيش الإسرائيلي. المشكلة فقط أنها حرب نفسية ضد إسرائيل نفسها وليست ضد لبنان. في أدري الحالة على الإعلام الحربي في حزب الله ترك أمر الحرب النفسية ضد إسرائيل للجيش الإسرائيلي نفسه. طبعا كانت لافتة في فيديو الجيش الإسرائيلي الدقة والمعلومات الاستخبارية الحساسة. فكما ترون أن ما هو أكيد أن من أنتج هذا الفيديو في الجيش الإسرائيلي بدأ يبحث لنفسه عن عمل. فقد نشر صورة لمقاوم ينتمي إلى كتائب حزب الله العراق لا لحزب الله اللبناني. صحيح أن الطرفين في خندق واحد وهذا لا خلافة عليه. ولكن الجيش الإسرائيلي من المفترض أنه يهدد حزب الله في لبنان. إلا إذا كان يبحث عن أنفاق من العراق إلى فلسطين المحتلة. إذا كان أداء إسرائيل في الحرب الحقيقية التي تهدد بشنها كأدائها في الحرب الإعلامية النفسية. فإن حزب الله يحسد فعلا على أعدائه. يقول المثل عدو غبي يخدمك أحيانا أكثر من صديق ذكي.